أطلقت مديرية التربية في حماء المهرجان الترفيهي صغار كبار الفنون تجمعنا لتلاميذ المدارس العامة والخاصة ورياض الأطفال والذي يستمر لغاية منتصف شهر أذار الحالي وذلك في مدرسة الشهيد محمد حيشو بمنطقة سلحبة يضم هذا المهرجان فقرات فنية ورياضية وفقرات موسيقية وفقرات خاصة برياض أطفال تساهم هذه الفقرات على التحفيز وخلق جو من التنافس الإيجابي بين التلاميذ وتساهم في كشف المواهب وكشف حالات الإبداع والتميز وإضافة إلى ذلك خلق جو من المتعة والسرور والسعادة بين التلاميذ وبين أولياء الأمور وتساهم في تطوير المهارات الحركية والمهارات البصرية للتلاميذ وأيضا تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى التلاميذ وتطوير قدرات التلاميذ بمختلف أنواعها وهناك فقرات رياضية تساهم في تطوير وتقويت النشاط البدني أعمال جيدة المهرجان كله حلو والفرع الحلوة إن كانت موسيقى أو رياضة أو المعرض الفني يتميز بالتنوع بكافة تقنيات وكافة الأعمار مشاركة من الصغار والكبار أدمنا اليوم مجموعة من الأنشطة المتنوعة معارض وفقارات فنية ورياضية التي تهدف إلى تعزيز القيم الوجدانية والأنشطة الصفية واللاصفية وربطها بمواد التعلم الوجداني الاجتماعي هذا المهرجان له دور كبير في تنمية مهارات أطفالنا وتفعيل دور الإبداع والابتكار لديهم وتنمية روح المحبة والتعاون وتعزيز القيم الإيجابية تضمن المهرجان فقرات فنية وتراثية لتلاميذ المدارس وأنشطة إعادة تدوير للنفايات ورسومات متنوعة ضمن معارضا من نتاج الأطفال وضمن الخطة التدريسية للمناهج عم برسم هلق لوحة لعيد الشهداء وموهبة الرسم وعم اشتغل بخامات مختلفة مثل فحم وغاستي لرصاص جاف وكثير من الأنواع هاي وشكرا لإدارة المدرسة والمدرسة على هذا المهرجان الجميل شاركت بعزف أغنية فيروز شمس الأطفال وصول فيش يا وطني وكمان شاركت بلوحة بالمعرض عندنا في المدرسة نحن كثير مصوطين بمهرجان صغار كبار للفنون وإن شاء الله كل سنة بسنة نهاية المهرجان لحتى نطالع مواهبنا شاركت بالعراضة الشامية وهذا المهرجان كان حلو كثير ويتمنى أنه تطور المهرجان أقيم بهدف إبراز دور الأنشطة اللاصيفية والصيفية المرتبطة بمواد التعليم الوجداني الاجتماعي وتشجيع حركة الفنون المختلفة ودورها في تعليم مهارات جديدة وتفعيل الإبداع والابتكار وتنمية روح التعاون والتفاعل وتعزيز القيام الإيجابية